اشتركوا في القناة رؤية شق البطن واخراج شيء منها هذه الرؤية محمودة وليست مزمومة تدل على زوال الهموم والاحزان يعني بعض الناس ممكن تتخيل ان ده مرض هيجيله او مكروه لا شق البطن واخراج اي شيء منها تدل على زوال الهموم ان شاء الله رؤية البطن الكبيرة اللي بنقول عليه باللهجة المصرية واحيانا ممكن يكون في الدول العربية الكرش البطن الكبيرة حينما اراها في المنام محمودة لكن حينما ارا في المنام ان بطن كبيرة ثم صارت نحيفة هذه الرؤية تعتبر من الرؤى المحمودة هي لها معنى مزموم دعك منه انا دائما مع المبشرات فهذه الرؤية تدل على يعني توبة هذا الانسان او هذا الرائي من الذنوب والمعاصي والكلام بصفة عمل الرجال والنسان رؤية من يزحف على بطنه هذه الرؤية تدل على ان الرائي يقوم على قضاء حاجة الاخرين رؤية من يطوي بطنه او يشفط بطنه يعني هي بطنه كبيرة وبيحاول يشفطها يدخلها الجوة كده هذه الرؤية يعني سبحان الله العظيم يعني من بعض الرؤى او من بعض المعاني السيئة التي تدل على خسارة بعض الاموال رؤية البطن الكبيرة او الكرش وكون ان البطن بارزة كده يعني طبعا ده في الحقيقة حاجة وحشة وناس بتروح تخسس نفسها احنا ما نجدعب الكلام ده انما رؤية الكرش او البطن الكبيرة في المنام حيانا تدل على الاولاد وحيانا تدل على كثرة الاموال الامام النابولسي طبعا كلنا ذكرته ده كلام الامام ابن سرين الامام النابولسي بخلاف ابن سرين له كلام تاني خارس بيقول ان البطن الكبير احيانا تدل على المرض زي ما هي في الحقيقة البطن الكبيرة بيبقى فيه دهون واوة ومعرض الانسان للسكر وكل الكلام انت عارفينه ده فاحيانا تدل على المرض واحيانا تدل على الصحة العكس واحيانا تدل على السجن رؤية الانسان لبعض امعائه عزكم الله انها خرجت من بطنهم هذه الرؤية تدل على فك سجنه ان شاء الله تبارك وتعالى او تدل على تفريج قربه بفضل الله تبارك وتعالى رؤية من فقد بطنه بطنك كبيرة قدامك كده مش لاقيها يعني طبعا احنا دايما نقول ان الاحلام ملهاش قعدة انا ممكن اشوف حاجات غريبة جدا يعني انا ممكن اشوف رأسي فوق عناية فوق رأسي كده او ممكن اشوف مثلا عناية بقت في سيدري لا الاحلام ملهاش قعدة فالانسان اللي يشوف انه فقد بطنه هذه الرؤية تدل على فقد عزيز عليه او صديق ومش فقد يعني موت الممكن انها تكون خصومة خلاص انت انقطعت علاقتك بيه الى اخر هذه الامور رؤية النار تخرج من البطن هذه الرؤية تدل على انك انسان طبعا دي وطحة دي اية في القرآن الكريم معناها ان انت اكل لاموال اليتامة رؤية البطن منتفخة احيانا تدل هذه الرؤية على تولية الرأي منصب كبير بفضل الله تبارك وتعالى انتظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته